لو سمحت عايز أتكلم رئيس المباحث الباشا مش هنا روحي وتعليه الصمي طب أنا حاستناه خبر يا جابر اللي قلبه زين كيفك قده يا ولدي وربطنا بيسهل حال واللي قلبه عوج بيغرق حتى لو في شبر ماء أبوضل شفير حتى مش متكسل يا مجابر أبوحك تقولك دي انت رجل منصوب راجل رجل شديد دمت حامل والمية بتعديلها يا ولدي ربطك يا ولدي اللي ليه أم كافك ما تكذبوش نفسه أبدا لما صديقك في مية ولو على الغربة نستحملها موسيقى موسيقى قولوا هادي جوش هادي دور تاني خسرته قلتلك ما تلعبش مع رزق موسيقى يا معلم رزق يا معلم رزق مالك يا جارشو جابرة مش هديد دخل البلد دي هلوقت موسيقى موسيقى بروح دلوقت موسيقى 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 وانت عليك يا مو جابر كنت عليك تروحي من غير ما تسلمي طلع عمرك تتكلمي وانا اسمع جي الوقت يا صديقة اللي تبنعي فيه الكلام قديني سمعت كلامك وزلت مصر وسبتك مش كنت نقول انك فاي تاني بعد ما بوام مات كنت انت بوام مات قايتاني دلوقتي المين يا صديقة قدليك مرتبة كل حاجة عرفاني ما ادخلش الموت عليك والعزي وياخدك مني والعجلك انا خاتني معاك قديني جاية اصلى عليك واسطابك ونازك قدري عليك بطلوحا ومهما جاعت همشي بجا لازمت ايه قولي لي لازمت ابنيك ايه انا بجي دلوحدك لو اعرف الترتيت ايه ما كنت جدنا جالت ولا سبتش عارك ولا جالت لجمة مع حد غيرك ولا تحكت مع حد غيرك ولا اتكلمت مع حد غيرك ولا اتكلمت مع حد غيرك تحكت علي يا صديقة تقولوا لي انك قالي علي كنت سألتي مني من دلولد قوم يصل لبايا قوم يصل لفجر بايا الموت ما بيور أبرمشي يا غالية وهو 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 لم السلاح اللي في عندك يا رزق يا ولد الدين عند غيرك يقولك ده لحاج المجلس العرفي حكم جابري اللي يرجع تاني خبرية يا رزق دمه ياد ماتت يا أم حسن من أبوي عشان أسامح في حكم المجلس عايز تعيبنا قدام البلد كلها الناس تقول علي ني المخالف يتحمل جسره لو طلق واحدة بس طلعت وإحنا في العزة أنا لا أصدر لك يا رزق جابر إيه اللي جابك يا جابر من المنقصات زيادة أنا جاي في اللي ماتت مش في العيشية أنا ما بخافش أنا هنهو الطولي لو معايا حد ولا وورايا حد وجيت لحد عنديكم احترماً للمجلس اللي حكم عليها اضغرها بسنة ودينا ها أمي ماتت وتكتب عليها الغربة لحد ما جابلها تاني حكم المجلس حكم يا جابر ريس معا رزق أنا جايك في نوماشي لو عاوزينها خير سيبوني لحالي ولو جاية معاكم بشر خلونا تفنهي وبعدها يحلها ربنا إن شاء الله تجوم تجومها جوزك بيغش الأدوية إزاي بس حضرتك أنا جوزي سواق وبعدين حديك ممكن تروح تسأل الشركة ممكن يكون حد تاني هو اللي غش في الدوة أصحابي السوداليات هم اللي قالوا إن جابر بجديد هو اللي بيوز عليهم الدوة دا طب وايه الدليل إنه جوزي هو اللي عمل كده الصور دي من كاميرات الصوديلات اللي اتمسك فيها الأدوية المخشوشة ومبينة قوي إن جابر هو اللي بيوزع الدوة دا رسول اللي يبقى اتدحك عليه اتدحك عليه حضرتك أنا أجابر لا يمكن يعمل كده والله لو أنت خايف عليه وعايزة مصلحته خليه سلم نفسه هو والناس اللي معاه وساعاتها يبقى مكفه أحسن في القضية تعارف المشكلة الأكبر فيه إن فيه ناس ماتت من وراء تأسير الدوة المخشوش دا وراء تأسير الدوة المخشوش دا بس ماتت لا ألف سلام ألف سلام عليك أنا حكتب لك على رأس ومن الأفضل تعملي متابعة عشان التعب في الشهر التاني مش كويس لازم تاخد بالك من نفسك أخد بالي من إيه حضرتك انت حامل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة